يلا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة قبل ما نبدأ هلأ هاي المحاضرات إن كان المحاضرة السابقة أو هاي هذول حنا نعتبرون يعني تسلاية هني معلومات بسيطة بفوتونا على علم البصريات معلومات هون كتير خلينا نقول البدائية شوي الهدف الحقيقة الهدف الأساسي من المحاضرة هو موجه لفائدة الشباب المقيمين اللي حيقدموا امتحانات واللي بساتهم بأول الطريق وطبعا البقية يعني ممكن في بعض المعلومات مثلا بالنسبة للأخوة الأخصائين يحسوا معلومات بسيطة منعتبرها يكريف رشل معلوماته والأخوة التمريض والفنيين هي بالنسبة إلهم يعني مدخل لعنب البصريات اللي حابب يقوي نفسه بهالمجال بيستفيد هلأ الشات أنا صعب استفقده لأنه رح يكون ظاهر عندي على الشاشة الباوربوينت طبعي فشو المطلوب اللي عنده مداخلة ممكن فورا يشغل المايك ويحكي تمام؟ يعني ما يستنى حتى الفكرة بأولا لحقه أي مداخلة بتصير ممكن نشغل المايك من عزاوية الشاشة اليسار وفورا ونقول المداخلة بنسمعها كلياتنا وممكن على الواتس اللي بيحب يبعط لي أنا حط الموبايل جنبي فورا بيبعط لي رسالة على الواتس بشوفها إذا في أي سؤال نتجاوب معه تمام؟ هلأ هنعمل مراجعة سريعة جدا للمحاضرة السابقة لألي ما حضروا معنا جوز بعض المعلومات ما يعرفها من وين إجيت هنعمل مراجعة بس سريعة لأنه ما خرجنا عيد كل المعلومات ونكمل الجزء الثاني من محاضرتنا الوقت المتوقع هو ساعة أو بجزء أقل إن شاء الله ومثل ما قالنا لأي المحاضرة خلونا نعتبرها تجريبة هي تجريبة للبرنامج نجرب هالطريقة بإعطاء المحاضرات إذا حسنا توفقنا فيها المحاضرات الجاي بقى بيبلش الجد الحقيقة يعني هي محاضرات في محاضرات تشريح دقيقة جدا وبعض المحاضرات التانية اللي هي تقريبا بتخص لشباب المقيمين اللي حابين يقدموا الامتحانات ممكن كمان دكتور سالم طلبت منه إذا عنده محاضرات سررية يقدم لنا ياها فهلأ حنبدأ باشرة حنعمل مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة مثل ما قلنا اليوم كله تجريب هو عبارة عن خلونا نقول هيك تجريبة إذا ضبطت معنا ما نكمل بانتظار أنا مداخلاتكم إذا كنت تلاحظة تمام إذا المحاضرة هي أسواء الانكسار أو هي مقدمة إلى عالم البصريات هلأ مراجعة سريعة للمحاضرات السابقة وبرجع بأكد لكم أي خلال بصير بوقتهم نحكي لو سمحتوا ملخص المحاضرة قسمنا أسواء الانكسار إلى أخطاء كروية اللي هي الحسر والمد والأسطواني اللي هي حرج البصر أو الأستيقمات أو الانحرام حسر البصر مثل ما قلنا صورة الأجسام البعيدة هذا الجسم بعيد لما وصلت صورته على العين العين كسرته من خلال القرنية ومن خلال العدسة أي الأوساط الكاسرة للعين هذه المعلومات حكيناها بشكل مفصل بمحاضرة السابقة كسرته الخيال فوصل أمام الشبكية ما وصل على الشبكية وبالتالي المريض ما شافه بضوح وقلنا سببه أم العين بتكون طويلة مثل ما أنا شايفيه أو أنه الأوساط الكاسرة للعين بتكون قوية المد بعكسه تماما الخيال عم يوقع خلف الشبكية الخيال عم يوقع خلف الشبكية لأنه العين قصيرة أو لأنه القوة الكاسرة للعين ضعيفة هاي مبادئ أساسية للحسر والمد الانحراف هو في شيء من الحسر وشيء من المدينة هو عدم انتظام وبالتالي الجسم عم يخضع لأقوى لأكتر من وسط كاسر كل وسط القوة معينة فجزء مثلا الأشعة اللي عم تجي بشكل عمودي عم تنعكس بهذا المكان الأشعة الثانية اللي عم تجي بشكل أفقي عم تنعكس بهذا المكان يعني سطح القرنية هذا غير منتظم ما عم يكسر بنفس القوة وبالتالي عم نحصل على أكتر من خيال للجسم وبالتالي طلع الخيال مشوه لا هو موضوعنا أنه يقبل الشبكي ولا هو موضوعنا أنه بعض الشبكي هو مشوه هذا سميناه الانحراف أو الأستيجمات أو الحرج البصار إذن في عنا مستوى بؤري المحور الأكثر كسرا للضوء ستيبست ميريديان هذا خلى أعطاني الخيال القريب وعندي مستوى بؤري للمحور الأقل كسرا للضوء لفلاتست ميريديان إذن هلأ بنحفظ مصطلحين ستيبست وفلاتست الأكتر تحدبا والأكتر تسطحا تمام هدول القيمتين اللي بنحصل عليهم بالكي ريدينج وقت بقلكم قدولنا الكي ريدينج للمريد بتقول لنا طلعهم عنده 42 و 46 شو هدول 42 و 46؟ 46 هو المحور اللي يكسروا للضوء قوي وال42 هو المحور الثاني اللي عم يكسر الضوء بشكل ضعيف بيناتون هاي المنطقة اسمها منطقة الزوغان الانحرافي هاي هلأ كتير دا تلزمنا فيما بعد بحساب المكافئة الكروية يعني إذا فيه معلومة مهمة كتير من هاي المحاضرة للمحاضرة البعضة فهو موضوع الزوغان ستيبست ميريديان إلنا هذا هو فلاتست ميريديان هذا هو تمام بيناتون هاي اسمها دائرة التشويش الأصغري اسمها دائرة التشويش النقطة الوسطانية هي الأقل تشويها تمام يعني القيمة الوسطية اللي بيناتون إذا عندي المحور القوي هون عم يكسر بدرجة عالية المحور الضعيف هون عم يكسر بدرجة قليلة كل واحد عم يشويه الصورة بشكل بدرجة معينة إذا أخدنا القيمة الوسطية بيناتون اسمها دائرة التشويش الأصغري سيركل أوفليست أوفليست كونفيوجين هاي اسمها نفسها المكافئة الكروية تمام هاي كمان لازم نحفظها هو قيمة الوسط بين قيمتين بين أعظم قيمة وبين أقل قيمة قيمة الوسطة اللي بيناتون هي اسمها نكافئة الكروية هنشوشتون هنحسبها قالت عمل العدسات المصحة كمان رسمناها هذا مريض مد عنده الخيال وراء الشبكية حطينا له عدسة وحدبت الوجهين بقيمة معينة جابت الخيال وحطته على الشبكية حسر البصر بالعكس حطينا عدسة سالبة مقعرة الوجهين بعدة الخيال خلت الخيال يوصل على الشبكية استوانية فيها بيكون جزء محدد بجزء مقعر يعني محطوطة بشكل يعاكس التشوه في شكل القرنية وبالتالي يحقق لنا صورة صافية اختبار الألوان كمان حكينا قلنا انه الضوء الأبيض اذا حطينا له عدسة قدامه هاي عدسة بيتحلل لألوان قوس قزح هاي كمان للحفظ اذا صار عنا مصطلحات للحفظ هني الستيبست والفلاتست وعنا دائرة بتشويشت أصغر أو مكافئة كروي هاي تسلسل هاي الألوان هدا مطلوب للحفظ تمام أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسها جهك اسمهم هدول اللي حفظ هاي قبل الترتيب كمان فقلنا شو من وين اجي اختبار الألوان الثنائي قلنا العين الطبيعية العين السوية بتشوف اللون الأصفر هما كانت بتشوف الأصفر أوضحة شي العين الحسيرة اللي هي عين طويلة بتشوف اللون الأحمر أوضح العين المديدة اللي هي عين قصيرة بتشوف اللون الأزرق أوضح ولكن من الناحية العملية أحمر أزرق هنفوت أحانا اكتشاف القيم المادية البسيطة لذلك بالاختبارات منتجأ لاختبار الأحمر أخضر يعني منسأل المريد إذا عم يشوف الأحمر أوضح فهو أقرب للحسر إذا عم يشوف الأخضر أوضح فهو أقرب الألوان فالاختبار الأحمر أخضر أكتر دقة من اختبار الألوان الأحمر أزرق بالإضافة أيضا أنه ما في مخارط زرب في منطبة الحفيرة المركزية بكرة بنحكي بتشريح الشبكية منطبة الحفيرة اللي هي بنص اللي دخل هي مسؤولة عن أكثر دقة في رؤية هي الأكثر دقة في تمييز رؤية فيها مخارط المخارط هاي يبدأ تمييز الألوان لا يوجد مخارط والحفيرة لترميز اللون الأزرق وبالتالي افتبار الأحمر أزرق إذا غير مفيد كمان سألنا كمان هالتبرير تاني بالأرقام عندي اللون الأصفر هون مكانه هو العين السوية اللون الأحمر بعيد عنه بمقدار 0.37 كسيرة اللون الأخضر بعيد عنه أيضا بنفس المقدار وبالتالي إذا المريد شاف الأحمر والأخضر بنفس السوية تماما معتا هو حكما بالنص بيناتهم أما إذا شاف الأحمر والأزرق مثل بعض معتا هو هون مكانه موسوي البصر معتا لساته مديد إذن الناحية العاملية نعتمد على اختبار الأحمر أخضر هل يجوز تطبيق اختبار عمل ألوان لدى مرضى عمل ألوان نعم لأنه ما رؤلاء بتمييز اللون بحد ذاته وإنما بطول موجة اللون هاي المعلومات كلا حكيناها في المحاضرة السابقة إننا لا يجوز نطبق اختبار الألوان عند مرضى العدسات الصنعية بعد الفيكو ما بصير نقيم فحصنا للبصريات باختبار الألوان استطبابات اختبار الألوان بالقيام الصغيرة تمام حتى ندقق الفحص طبعا يعني ما هو يفحص بحد ذاته بعد ما نفحص المرض نخلص تجربنا الطرعة وشفنا وين شفنا أفضل رؤية شاف أهل مريض حطينا له ناقص ثلاثة شاف قال لي هيك عم شوف أحسن الشي حطيت له اختبار الأحمر والأخضر عم قال لي أنا عم شوف الأخضر أوضح مع أنه أنا عملته مديد حطيت له عدسات حسرية زيادة وبالتالي لا لازم تخفف منا من الناحية العملية منطبقه عند مرضى الحسر ما منطبقه عند مرضى المد المد لأنه إله قواعد تاني لوصف النظارات حنشوفها بعد شوي هاي مثال عملي يعني إذا حسيته في شوية معلومات داخلة ببعضها بهذا القسم المحاضرة لو نحن أصلا عم نحكيه حقيقة بسرعة ماشي لأنه هو مراجعة بعد هالمثال حنبلش بقى بالتفصيل حنقول للمثال مريض عنده ناقص ستة حطينا له عدسات حسرية بشكل متزايد متل ما منعرف تصحيح الحسر ونحط قيمة صغيرة من بلش منزيدها طالما المريض عم يشوف لسه صفوف أحسن عم يشوف أوضاح ضلينا نزيد له حتى بنوصل لدرجة عم نحط عدسات وما بقى يتحسن منوقف نرجع للقيمة اللي قبلها فهذا ضلينا نزيد له لوصلنا عند النائس خمسة عم صار نشوف أربع من عشرة حطينا ناقص ستة ما شاف أحسن ضل عم يشوف أربع من عشرة مع إذا القيمة تبعيتنا هي ناقص خمسة طيب هذا المريض بصير أسوي له بقى هون اختبار ألوان ونشوف إذا عم نشوف أحمر أخضر ونشوف مين أوضح لأنه أقل قيمة ممسموح نطبق فيها اختبار الألوان بيكونوا رؤية المصححة عند المريض سبعة من عشرة هلأ هنبلش بالمحاضرة الجديدة حسر البصر هو أننا بنحكي معلومات عملية بالجزء الأول المحاضرة حكينا شو تعريف حسر البصر من وين إجا شو معنات الخيال أمام الشبكية شو معنات وراء الشبكية هلأ بنحكي معلومات عملية شكوى مريض الحسر عادة هي انخفاض الرؤية للأجسام البعيدة ولا يشكو من الصدع إحنا قلنا أسواق الانكسار تعمل إما قلة رؤية عند المريض أو صدع تمام أو ألم عيني طبعا الألم العيني والصدع هاي الشكاية الرئيسية لمريض أسواق انكسار المريض بيجينا بولا يا ما بدي إلي أنا ما عمشوف يا بي إلي راسي عبي يجعني وقت الإقرائي فباختصار اللي عبي إلي ما عمشوف للبعيد هذا مريض الحسر اللي عبي إلي راسي عبي يجعني هذا أقرب شيء إن يكون مريض مد اللي عبي إلي للقريب وللبعيد ممكن يكون هذا مريض أستيماة إنحراف عبي إلي للقريب ما عمشوف هذا غالبا مريض مدي وطبعا هذا الحكي ليس دائم هذا الحكي خلينا نقول غالبا وليس دائما فمريض الحسر إذن بيشكينا من أنه انخفاض الرؤية للأجسام البعيدة طب إذا حسر عالي جدا عنده والله 7-8 درجات بصير حتى القريب ما بيشوفه ليش كعادة من الصداعي مريض عبي إلي أنا راسي بيوجعني وقت بقراء وحس بيصير عندي شد هون بين عيوني وهيك هذا غالبا ما منتوجه كتير باتجاه الحسر من الناحية العملية يعني كتجرب نظارات تصريح الحسر أسهل من المد لأنه ببساطة عمل حف عدسات منظر منزيدة حتى يشوف أحسن الشيء بعدين منسوي الاختبار الأخضر أحمر ونكون خلصنا في حال الاعتماد على لوحة سنلن لوحة سنلن هي اللوحة هاي اللي منع عرفها اللي عم نطبقها بعياد ذاتنا طبعا هي بتكون عادة أحرف لاتينية ABC مو بتكون حرف E فوق تحت هي حرف الإي هاي الفوق تحت هاي للأميين الحقيقة بصنحنا بمجتمعنا باعتبار نسبة كبيرة من الناس ما بيعرفوا الحروف اللاتينية فمنعتماد فورا على الحروف اللي هي حرف الإي منقوله بأي نتيها هاي اللوحة اسمها لوحة سنلن بكل أشكالها يعني إن كانت أرقام إن كانت حروف إن كانت حرف E وإلواتجات إن كانت حرف C بأي شكل من أشكال هاي اللوحة اسمها لوحة سنلن هي اللي عم نعتمد بلدنا تصحيح الحسر إضافة عدسات سالبة حتى الوصول إلى أفضل رؤية ممكنة على لوحة سنلن على أن لا تتجاوز كمية الحسر الكلية لدى المريض يعني إذا طلع معي أنا القيم الأوتو للمريض نائس أربعة وصلنا له للنائس أربعة شاف كويس حطيت له نائس خمسة شاف أحسن فأنا ما بصير أحد قيمة أعلى من قيمة الأوتو اللي طلعت معي لأنه حيصير معه صداع فهون بتأكد مننا من اختبار باستخدام اختبار الألوان السنائي بلاقيه عم يشوف الأخضر أوضح فإذن ما هي الفكرة إنه أنا ظلت خليه عم يشوف أحسن لا بدي التزم بقيمة الأوتو هي المكسيموم تبعي قيمة الأوتو اللي بتطلع معنا هي المكسيموم تبعنا كل هالحاكي عم نحكيه من الناحية العملية تمام واختبار الألوان السنائي عند الحصر الجباري ما بصير أكتب نظارة حصري للمريض بلا ما سوي له اختبار الألوان في طريقة تانية هاي غير لوحة تسنلين إذن نحن قلنا هاي اللوحة اللي نعرف هاي لوحة تسنلين أعليم كنا اعتماد عن اختبار الألوان مباشرة يعني بحط عدسة سالبة عالية القيمة بحيث يصبح المريض قادرا على رؤية اللون الأخضر بشكل أوضح مثلا المريض طلع عندي الأوتو نائسة 2 ما عندي أنا لوحة تسنلين في عندي لوحة أخضر أحمر وعا كل لوحة في إشارة ما بتهمني الإشارة كبيرة ولا صغيرة تمام بسأل المريض حطيت له هو عنده الأوتو نائسة 2 بشيله بحط له عدسة سالبة عالي أكتر من الأوتو تبعه يعني حطيت مثلا هو عنده الأوتو نائس 2 بشوف الأخضر أكتر وضوحة من الأحمر يعني حولتنا مريض مديد بعدين بضيف عدسات موجبة يعني عمليا بقلل من العدسات السالبة إضافة الموجبة يعني متل حسف السالب يعني أنا حطيت له نائس 3 لهذا الأوتو تبعه نائس 2 صار يشوف الأخضر أوضح بعدين ببلش بحسف من هالنائس 3 سوية نائس 2 ونصف برجع بسوية نائس 2 لحتى يصير يشوف اللونين مثل بعض أو يشوف الأحمر أوضح بشكل طفيف تمام بيكون هوني وصلتوا لأفضل عدسة مصحة حائلو وما بتعمل صداحية حتى لو ما حطيته على واحدة سنة لين أبدا ما شفتش أدعم يشوف من عشرة بس بشرط هاي تجرى في حالات الحسر البسيط يعني إذا درجة الحسر عنده عالية 4-5 وأكتر ما بسر أسوي له فورجا اختبار ألوان الأخضر أبدا بحصوا على واحدة سنة لين قبل لا إذا درجة حسر بسيطة بحصوا على اختبار الألوان السنائي بشرط المسافة تكون أكتر من ثلاثة أمتار أو أكتر من أربعة أمتار هذا الحد الأدنى وهذا الأختبار عمليا ما عم طب لأن لوحدة سنة لين متوفرة لكن ما اذكر في الكتب هاي الطريقة اللي فاحص النظار سؤال هون بدنا نبلش بعض معلومات حفظية طفل عمره سنتين ونص عنده قيمة ناقص أربع أويو يعني للعينتين شقد لازم نوصف له النظارة تمام؟ طبعا الطفل غير متعاون على لوحة حدة رؤية والقيم أخذت بعد التوسيع طبعا دائما وقت منذكر قيم أسواق انكسار لطفل دائما المقصود فيها بعد التوسيع حتى لو ما حكينا قيمة الأوتو قبل التوسيع للأطفال ما لأي قيمة تمام؟ قيمة الأوتو دائما هي اللي بعد التوسيع الحدقة أو إذا قبل التوسيع بديكون عم نعتمد على السكياسكوب اللي هو الجهاز اليدوي والمريض عم بتطلع للبعد هو ممكن ناخذ القيمة قبل التوسيع وتكون دقيقة أما قيم الأوتو حسرهم بديكون الطفل موسح موسح على حدقة تبعته طبع معنى الأوتو تبعه ناقص أربع للعينتين شقد عمره سنتين ونص تمام؟ والقيمة ناقص أربع شقد لازم نوصف له نظارة طبعا ما فينا نجرب له حتى نشوف شقد القيمة المثالية تمام؟ الهدأ من هذا السؤال هي معلومة لازم نحفظها الجواب لا داعي للتصحيح حسر إذن هاي للحفظ تحت 3 سنين ما بصالح الحسر ليسير 5 من 3 إلى 6 سنين ما بصالح الحسر ليسير 3 فوق الـ 6 تمام؟ حسب حد التقوية عامل كالبالغين إذا الطفل عمره فوق الـ 6 سنين فهون من عامله مثل البالغين يعني على التجريب وحسب الأعراض إذن خلصنا معلومات حسر البصر أنه هو الأبسط من الناحية العملية هلأ جينا لمد البصر تمام؟ هذا مد البصر أن المريض عملنا لقوته طرع زائد 4 وسعنا للحدقة صعر زائد 8 كويس؟ هلأ المد الكلي هذا أسهل واحد بينهم بين الـ subtypes أو الأصناف طبع مد البصر المد الكلي هو المد اللي بنحصل عليه بعد توسيع الحدقة وهو المد الحقيقي لدى المريض بهاي الحالة هو زائد 8 طبعا هي الأرقام على سبيل المثال كويس؟ المد الظاهر المد الظاهر هذا هو هون المد الظاهر هو المد اللي قبل توسيع الحدقة أوكي؟ يعني المريض طلع معي على الأوتو زائد 4 وسع طلع زائد 8 إذن الزائد 8 إلنا هذا المد الكلي والزائد 4 إلنا هذا المد الظاهر يعني هذا المد اللي لما العين بتكون مرتاحة عم تكون مديدة بمقدار 4 درجات طيب معناته هي مخبية علينا 4 درجات هدولي الأربعة مخبيتهم العين إذن هذا الشخص عم يظهر 4 درجات من المد ومخبي أربعة فهي المخبيهم اسمه مد كامل هو المد الذي لا يمكن أن يظهر إلا بشل المطابقة استخدام القطرات الحالة لنظير الودة بهالحالة هو زائد أربعة طبعاً هاي القيمة بتختلف بين مريض ومرض حسب قدرة المريض على المطابقة في ناس بيطابقوا بدرجة في ناس بيطابقوا بخمسة في ناس ممكن يطابق عشر درجات عند الأطفال يعني كيف يعني بيطابق يعني عم يخبي المد تبعه من خلال زيادة تحده بالجسم البلوري هاي شرحناها بأول محاضرة إلينا شو معناتها شو معناتها مد شو معناتها المطابقة هي قدرة المريض على إخفاء المد من خلال زيادة تحده بالعدسة وبالتالي تحويل العين باتجاه الحسر فإذن القيمة إذن هلأ عرفنا شو معناتها مد ظاهر والقيمة تطلب معنا على الأوتو والمد الكامل الكلي هو زائد 8 والبيناتهم الفرق بيناتهم بهذا المثال هو زائد أربعة وهي تختلف بين مريض ومرض هيسميناها المد الكامل هو المد الذي لا يمكن أن يظهر إلا بشل المطابقة طيب في عنا لسه شيء اسمه المد المتأرجح هو يمكن التغلب عليه بالمطابقة ويقاس عند النظر للبعيد يعني إخفاء المطابقة بدون قطرات تمام؟ والمد المطلق لا يمكن التغلب عليه أبدا شو يعني مد المطلق والمد المتأرجح؟ هلأ نحن أن المد الظاهر عند هذا المريض زائد أربعة بس بجوز أنا عم أخذ الأوتو إذا فوكس عيني شوي تقوم الزائد أربعة تصير زائد اثنين يعني هو لما بيكون مرتاح عم يطابق بمقدار أربعة درجات تمام؟ بس إذا قدر يجهد عينه بيرجع بطابق بخبي درجتين فوقه بيصير الأوتو بيعطيني زائد اثنين بس بدل الزائد أربعة يعني هو أخذت له أوتو هو مرتاح وبدون توسيع هذا قطل معي زائد أربعة سميناه مد ظاهر طيب إذا فوكس على القريب هو إذا حاول يطابق أكتر ممكن لسه يرجع يخبي درجتين يطلع عنده بس زائد اثنين الفرق بين الزائد أربعة والزائد اثنين هو اثنين هذا اسمه مد متأرجح يعني هذا بيحسن المريض يطابقه بيحسن المريض يطابقه هذا المد المتأرجح ماشي؟ بس مع جهد يعني ما هو مرتاح طيب وزائد اثنين تضليت هاي المريض ما بيحسن يتغلب علي أبدا يعني هايش قد ما طابق ما عبيحسن يوصل للصفر ما عبيحسن يخبي هالزائد اثنين هاي سميناه المد المطلق لا يمكن التغلب عليه أبدا أما المد المتأرجح هو عم يقدر يطابق بمقدار هيدول الدرجتين اللي بالمطابقة الجهدية مع جهد عم يقدر يخبيهم هيدول بس طلع على البعيد بيرجعوا بيظهروا طيب وهو عم يطلع على البعيد طلع معي زائد أربعة هذا المد الظاهر وبعد ما حطيت له السايكلوبان أو الأتروبين صار يعطيني زائد 8 هذا المد الكلي اللي هو المد الحقيقي لدى المريض تمام؟ وهذه الأمثلة كلها العقام كلها عبارة عن أمثلة وليست أرقام دائمة يعني ممكن المريض يكون عنده المد المطلع صفر يعني هو قادر يطابق قادر يطابق لحتى يلغي كل المد اللي عنده تمام؟ هلأ هاذكر أنا مثال تاني مشان نفهم هاي الفكرة من خلال مثال تاني دائما الأمثلة بتفيد أكتر أحيانا مش شرح جينا للمريض سوينا له أوتو ماشي أم طلع معي على أوتو طلع معي زائد ثلاثة هاي قيمة الأوتو العادية ولما جينا أخدنا له أكتر من قيمة صار يطابق المريض اللي ناله حاول تركز على الإشارة اللي قدامك أم صار يطلع معي بعض القيم تطلع معي زائد واحد تمام؟ أقل من الواحد ما طلع معي ما طلع معي لا صفر ولا طلع معي قيم سالبي أقل قيمة طلعت معي زائد واحد والقيمة الروتينية طلعت معي زائد ثلاثة فإذاً الزائد واحد هي المد المطلق الزائد ثلاثة هي المد الظاهر بيناتهم زائد اثنين لما حطيت له قطرة موسعة على الحدقة امصار زائد خمسة هاي زائد الخمسة هي المد الكلي وبين الزائد الثلاثة والزائد الثمسة زائد اثنين هاي المد الكامل هدول كلهم لازم نحفظهم كلهم عبارة عن تصنيفات للمد مثال اخر مريد طلي معي الاود وتبعه ناقص اثنين ماشي قيمة اللي طلعت معي هي ناقص اثنين حطيت له سايكله ام طلي معي زائد ستة ماشي هاداش قدل المد الكامل انتبعه المد الكامل انتبعه هو زائد ثماني هادا عبيحسن عفوا تمام تمام زائد ثماني نعم المد الكامل عنده زائد ثماني هادا عنده سعة المطابقة عالية جدا تمام طيب اذا طلبت منه يطلي عالقرب او يحاول يركز كتير بعينه واخدت اوتو انا طلب معي ناقص واحد تمام بيناتهم هاي الزائد واحد اللي هي بين الناقص واحد والناقص اثنين هاي الزائد واحد هاي الدرجة هو المد المتأرجح تبعه يعني المد المتأرجح هو الفرق بين اقل قيمة بتظهر عندي واعلى قيمة بتظهر عندي لكن قبل توسيع الحدقة اقل قيمة ظهرت واعلى قيمة ظهرت قبل توسيع الحدقة هادا مد متأرجح والمد الكامن هو المد اللي بيطلع عندي بين قبل التوسيع وبين بعد التوسيع والمد الكلي هو مجموعا كلاياتهم تمام اذا هاي تصنيفات مد البصار لاحظوا بيفرق كتير عن حسر البصار يعني فعلا فيه شيء منه التعقيد اللي بهمنا اكتر شيء من ناحية العملية هو المد الظاهر اللي هو القيمة بناخده قبل الاوتو والمد الكلي قبل التوسيع والمد الكلي القيمة بناخده بعد التوسيع وبينها تنهي قدرة المريض عن مطابقة وهي بتقلمع العمر حتى توصل للصفر يعني المريض المسن العمره بالخمسينات هادا اذا اخبت له اوتو قبل التوسيع او بعد التوسيع تطلع نفس القيمة لانه ما عنده قدرة عن مطابقة هلأ تصحيح مد البصار بالحسر قلنا منضل منزيد لحتى يوصل لأفضل رؤية ومصححة منعمله اختبار الألوان السنائية هلأ بالمد يختلف الوضع اول شيء ما منعتمد على اختبار الألوان منعتمد كتير على اعراض المريض منعتمد اذا في حواله لما في اذا في قواعد اساسي تتبع وبالاخير اهم قاعدة هي التجربة ننظر نتعلم نحط نضارات حتى نتعلم كل شيء فيه حوال انسي كل شيء حوال انسي منعطي تصحيح كامل يعطي تصحيح كامل للمد حوال انسي بكل انواعه يعني المتقطع والاحولال والحوال الانسي بكرة بمحاضرة الحوال هنتعلم ان الحوال له عدة اشكال فيه فوريا هي احولات فيه انترميتنت تتروبيا فيه حوال متقطع وفيه تروبيا مينفس تتروبيا حوال ظاهر شو ما كان مننون بس كان الحوال الانسي ما عطي انا بدي حط اعلى قيمة يعني بحط سايفل او اتروبين للمريض طبعا معي زائد ستة بحط له زائد خمسة ونص طبعا معي زائد سبع بحط له ستة ونص طبعا ليه؟ وين راحت ها ينص هاي النص ما يحابيقيه يعني القيمة الكلية اللي عند المريض ما هي نفس القيمة طلماعي على الاوتو هي بنحزف منها نص درجة اذا كنا عم نوسع بالسايكلو بنحزف منها درجة اذا عم نوسع بالاتروبيا يعني ثلاثي معي الاوتو بعد التوسيل الحدقة زائد ستة هي زائد ستة وانا موسع بالسايكلو ازا هذا المد الكل يتبعه خمسة ونص اذا كنتم موسع له بالاتروبيا ما عدت هذا المد الكل يتبعوا خمسة. طيب شو هاي النص الواحد اللي عم احسبها هاي تبعية القطرة. هاي قطرة من عندها بضيفة. ما هي قيمة مد حقيقية لدى المريض. فايزا الفول تصحيح الكامل لكل انواع آآ الحوال الانسي. تمام? التصحيح الكامل هو انه نحزف نص ازا كنا موسعين بالسايكلو ونحزف واحد ازا كنا موسعين بالاتروبين. تمام? طيب. بالحوال الوحشي بالعكس. بنا نحط اقل قيمة مدية ممكنة. يعني اقل قيمة المريض شاف في يمني حطيناها لياها. بنا نحاول نقتصد شوي من المد اللي عم نحطه. وهذا الشيء معروف لان نضارك المد بتقلي من الحوال الانسي وبتزيد من الحوال الوحشي. فاذا الحوال الوحشي نعطي المد المطلق فقط. المد المطلق تذكرنا هي اقل قيمة مدية. الارقام اللي كانوا معنا وقتها اتنين واربعة وثمانية. ماشي? وفرق بين ال الاربعة وفرق بين الاربعة وثمانية. شو هو المد المطلق لنا? هو اقل قيمة مدية هي زا اتنين. بل حوال الوحشي نحط المدي المطلق اللي هو زا اتنين. او اقل قيمة تحقق افضل رؤية. يعني شاف على زا اتلاتة كويس وشاف على زا ات خمسة كويس. بعطيه زا اتلاتة بحاول اخفف. هذا عكس الحالة العامة بالمد. نحنا بالمد بنحاول نحط أعلى قيمة تحقيق أفضل رؤية بحالة في حوال وحشي بنحط أقل قيمة تحقيق أفضل رؤية لا يعطى أي قيمة إذا كانت حدت رؤية غير متأثرة يعني مريض حوال وحشي عنده زائد ثلاثة لكن على الصفر عبيشوفه كويس وعالثلاثة عبيشوفه كويس ما بعطي نظارة هذا ليش لأنه بس عطيته نظارة هيزيد الحوال الوحشي عنده ولما بعطيه النظارة بقله للمريض الحوال الوحشي عندك هيزيد ما تقول نظارتي غلط أنت عندك حوالك أربعين درجة وعندك ما تزائد أربعة لما أنا عطيتك نظارة زائد اتنين اللي بدت خليك تشوفه منيح ويروح الصداع من عندك حوال عندك هيزيد ما حقين قص تمام ومع ذلك لازم نوصف النظارة أما إذا كان ما متأثرة رؤية عنده ما منوصف له النظارة هذا مريض الحوال الوحشي وإذا كان طفل ما هو متعاون معنا على اللوحة نعمل له سايكلو مثلا نطلع معي زائد ستي بخصم منا ثلاثة وبعطيه لنظارة تمام عند الأطفال مد زائد حوال الوحشي بخصم ثلاثة من قيمة سايكلو اللي اترعيت معي ومثل ما قالنا اللي عمره أقل من ثلاث سنوات بالحسر قالنا للخمسة اللي نصليح بالمد للأربعة اللي عمره أقل من ثلاث سنوات بالمد بصعر أربع درجات معتلازم نكتب له نظارة اللي عمره من ثلاثة لست سنوات بالحسر قالنا ثلاثة بالمد كمان ثلاثة تمام؟ هلأ من نعمل جدوى نشوفه طيب وإذا مريد عنده مد وعنده غطش عنده كسل بإحدى العينتين وعمره تحت التسع سنين هون شو منعطيه نعطيه تصحيح كامل تمام؟ يعني مريد مد مع كسل عطينا تصحيح كامل بغض النظر عن القواعد السابقة كده طيب الحالات الباقية اللي ما عنده لا حوال أنسي ولا حوال وحشي ولا غطش ومتعاون على اللوحة يعني ما هو عمره تحت الثلاثة أو بين الثلاثة والستة أغلب الحالات الباقية تعطى أكبر قيمة تحقق أفضل رؤية وعادة أنت ضمن قيمة المد المتأرجح يعني إذا شاف على زائد أربعة كويس وشاف على زائد خمسة كويس بعطي زائد خمسة ولاحظة عملية بتجربة المد بننزل نزول يعني مريد الأوتو تابعه عندي زائد أربعة هذا بشو ببلش له تصحيح بحط زائد خمسة أو زائد ستة أو زائد سبعة وبلش بخصم منها أنا عبنزل نزول عزائد خمسة مرتاح عزائد أربعة بلش تشوفه منيح عزائد الثلاثة أغام قالي شفته كويس حصلنا أفضل رؤية طيب حطيت زائد اتنين أغام قالي نفس القبلة مين بيختار بيناتهم؟ بيختار زائد الثلاثة شاف على هدول القيمتين نفس الشي بيختار القيمة الأعلى اللي هي الزائد الثلاثة طبعا ما بنزل واحد واحد مفروض ننزل ربع ربع حسب الكتب مفروض أنزل ربع ربع بحط زائد خمسة أربعة وثلاثة ربع أربع ونص هلأ احنا من ناحية العملية بننزل نص نص طبعا على الفروبتر هاي المهمة سهلة على الفروبتر اللي هو الجهاز اللي بدل العدسات لحاله من السهل تنزل ربع ربع على تجرب العدسات يعني نص نص ولازم أقل شي ثلاثين ثانية استنى قبل ما بدل العدسة تمام ما بصير إنه والله حطت خمسة وباشرة انشلتها حطيت وراها أربع ونص لا إذن الحالة المثالية إنه انزل ربع ربع ماشي وثلاثين ثانية يعني خمسة بعدها أربعة وثلاثة ربع بعدها أربع ونص وبين كل عدسة وعدسة نص دقيقة لا حتى هو دائما عبتتحس لن الرؤية عنده عبتشوف أحسن على الأربع ونص شاف كويس على الأربعة شاف مثل الأربعة ونص هون بعطيه الأربعة ونص بصوت سؤال أيهما أكثر إحداثا للغطش لدى الأطفال الحسر أم المد ولماذا الجواب هو أكيد المد لأن الحسر يحتفظ برؤية قريبة للطفل مما يضمن استخدام العين وبالتالي تطور القشر الدماغي المسؤول عنها بشكل جيد أما المد فيسيء إلى رؤية قريبة والبعيدة مما يساهم في حدوث الغطش يعني الطفل الحسير صحيح ما عبتشوفها على البعيد لكن عبتشوفها على القرب وبالتالي العين بتشتغل فما بتصير كسورة طبعا ضمن قيم معينة أما الطفل المدين ما عبتشوف لا على القرب ولا على البعد فهذا بصير عنده احتمال الكسى الأقوى لذلك نهتم أكثر بالأطفال اللي عندهم منت كتير مهم هني أكتر سبب للحوار وأكتر سبب للغطش عند الأطفال حسر حتى يسبب غطش عند الأطفال بدي يكون فوق الخمس درجات تمام جينا للحرج أو اللي هو اسمه الحقيقي الترجمة الرسمية بالعربي هو اللابؤرية كلمة حرج البصر يعني هي كلمة ما هي دقيقة عربي بالعربي الفصحة هو اللابؤرية حسب معجم الطبي المعارف طبعا بالإنجليزي أو بالأحربي كل دول العالم وكل اللغات بالعربي حرج اسوأ شو اسمه اللابؤرية انحراف ميت اسم اللو هو اسمه استغمتزم بكل دول العالم الحرج متل ما حكينا بالمد المد وقت تذكرنا إلو أصناف مد ظاهر ومطلق ومتأرجح كمان الحرج اللو هيك تمام ونحن قالنا الحرج هو الخيالين ما أجوا ع الشبكية ما أجوا بنفس المكان يعني مو ع الشبكية والخيالين مو بنفس المكان طيب ليش خيالين ليش طريعوا الجسم خيالين نحن بنعرف الجسم لازم يصر له خيال واحد ع الشبكية خيالين لأنو قلنا القرنية مي منتظمة قطر العمودي إلى بيك سر شكل القطر الأفقي بيك سر شكل القطر المائي لبيك سر شكل فعمليا الجسم اللي أمامنا عم يتشكل له عدة خيالات washed على الشبكية شي أمام الشبكية وشي خلف الشبكية فهذا سبب أن الجسم له خيالين هي الحقيقة له كتير خيالات مو خيالين يعني هو له خيالهون خيالهون وخيالهون وخيالهون فنحن بنقول خيالين عم ناخد أقرب خيال وأبعد خيال تمام؟ نحن وقت مناخد كيات القرنية تطلع معنا 46 و42 ممعنى أنه هي القرنية عندها بس هالقيمتين هي مجال بينتهم يعني كل محور بالقرنية له قيمة لكن هالقيام أقلها 42 وأكثرها 46 يعني إذا طلع 46 على 90 وال42 على 180 معناتها طيب 45 45 درجة ممكن يكون يعني الزاوية 45 بأقصد ممكن يكون القيمة للانكسار تبعها 44 يعني إذا عندي قيم بيناتهم حرج البصر أيضا له خمس أنواع الحرج حسري مركب يعني الجسم له خيالين والخيالين أمام الشبكي يعني الخيالين حسيرات نحن قالنا كل شيء أمام الشبكي ما عندها حسر حرج حسري مركب إذن خيالين حسيرات حرج حسري بسيط خيال حسير إجا أمام الشبكي لكن الخيال الثاني إجا طبع على الشبكي هذا اسم حرج حسري بسيط يعني في محور من القرنية نظامي سوي البصر وفي محور حسير طيب حرج مختلط محور حسير ومحور مديد صرنا نحسن نستنتج باقي تلا أنواع مدي بسيط محور إجا عالشبكي ومحور إجا وراها مدي بسيط مدي مركب إجا الخيالين خلف الشبكي هاي أنواع حرج بسر أو اللابو أريل خمسة إجا بنذكر أمثلة عنها مثلا حرج حسري بسيط مركب يعني مريد عنده ناقص 2 ناقص 2 هذا هو حسير وعنده أستجمات المحور انتبعه حسير حسري بسيط إجا مريد عنده صفر مع ناقص 2 محور سوي محور حسير حرج مختلط مريد عنده زائد 2 ناقص 4 هذا حرج حسري حرج مختلط محور مديد محور الثاني حسير تمام مدي بسيط عنده زائد 2 ناقص 2 فهم بقى الفكرة طيب ليش هاي ناقص 2 شلون لك هدا مو هاي حسيرة مية سوية شلون هدا مدي بسيط نحنا قلنا محور على الشبكية محور وراها طيب هون وين المحور يبي على الشبكية على الزائد 2 في من أنه هو عنده واحد المحور زائد 2 ناقص 2 مثلا على المية وثمانين هو ناقص 2 يعني المحور مية وثمانين هو زائد 2 محزوف منها ناقص 2 يعني صفر يعني هاي هيك تنقرأ هدا اللي هو زائد 2 مع ناقص 2 على المية وثمانين هدا عنده محور زائد 2 والمية وثمانين محورها قيمتها صفر ليش صفر ما يناقص 2 الناقص 2 هي فرق هي فرق هدا القوة عن القوة الثانية شقد بين الزائد اثنين والصهر في ناقص اثنين. هاي بعد شوية حنشوف ها بامثلة اوضح. حرج المد المركب مثالي عليه. زائد اثنين. مثلا مد المركب مثلا زائد اربعة ناقص اثنين. فعنده محور قيمته زائد اربعة مديد. محور التاني قيمته شقد المحور التاني. قيمته الفرق بيناتهم اللي هي زائد اثنين. هذا عنده محورين. محور زائد اربعة ومحمر زائد اتنين. وبالتالي اتنينة ثم ديدي. هاي ازا صار صعوبة ع بعض الشباب هلا. هلا بعد شوية حن نحكيه بتفصيل اكتر. صليب القوة. والتحويل من الشكل الاسطواني الكروي الى الشكل الكروي الثنائي. هون بدنا شوي تغالضيات بقى. هاي قيمة اوتون اللي بتطلع معنا مسلا مرتر عنده زائد اربعة. ناقص اتنين على الميتuki. هاي القيم تطلع معنا على اوتون ويطلع معنا Ja. بدنا فسفصة. هاي زائد اربعة ناقص اتنين. شو معناته? تمام? عنده. زائد اربعة. يعني احد المحاور زائد اربعة. هو المحور الاقوى. والمحور الاضعف هو الميت وتمانين. اشأت قيمة المحور الاضعف اللي هو الميت وتمانين هي ليست ناقص اتنين. هي ناقص اتنين من الزائد اربعة يعني هي زائد اتنين تمام? المية وتمانين زائد اتنين والمحور الاقوى اللي هو المية وتمانين هي زائد اتنين والتسعين هي زائد اربعة هيتنكتب زائد اربعة محذوف منها اتنين على هذا المحور عن 180 طيب نحصل نكتبه بشكل ثاني أو نحصل نكتبه بشكل الآت هذا ما منشوفه على الأوتو يعني زائد 4 ناقص 2 عن 180 أي أن المحور الأضعف هو المحور 180 إذا قلنا آت معناته بتعبر عن المحور الأقوى الآت هي نفس المحور الـx هو المحور الثاني هاي هيك عفوا يعني الـx هي المحور المعامد هو المحور الأقوى والآت هي المحور الأضعف الآن شفناها على هاي الكرة أسهل علينا رق زوري على هاي الكرة هاي الـ90 درجة هاي الزاوية 90 هون وهاي الزاوية 180 هون صح الـ90 شقد قوتها زائد 2 يعني فيها خطأ مدي من مقدار درجتين الـ180 فيها خطأ مدي من مقدار زائد 4 تمام فهاي زائد 4 تمام على الـ180 وزائد 2 على الـ90 لكن الـx ليش قلنا هوني ناقص 2x 180 الـx هي تعبر عن المحور الثاني تمام والآت تعبر عن نفس المحور يعني هون هاي الكرة أزا ترجمناها حصلنا على زائد 2 آت 90 وزائد 4 آت 180 إذن الآت تعبر عن نفس المحور والـx تعبر عن المحور المعامد وبالتالي هي زائد 2 مع زائد 2 على الـ180 آت 180 أو زائد 2 زائد 2x90 كل هدول القيم يعبروا عن نفس النتيجة نحن القيم الوحيدة منشوفها على الـauto هي هاي زائد 4 ناقص 2 على الـ180 كل القيم المكتوبة هون بتعبر عن نفس النتيجة إذا عملنا آت بدل الـx نقله بالمحور للمحور المعامد يعني بدل 180 بيصير 90 تمام فإذن هاي ناقص 2x180 هي نفسها ناقص 2 آت 90 هي نفسها يعبر عنها بهذا الشكل يعني 2 آت 90 و4 آت 180 تمام وإذا حولناها للشكل الموجب حولناها للشكل الموجب زائد 2 زائد 2 آت 180 تمام أو x90 دائماً آت 180 تساوي x90 والعكس مشي؟ هي حولنا هلأ من الشكل السالب للشكل الموجب استقمات من الشكل السالب إلى الشكل الموجب عملية نحن عمنا الـauto دائماً بيعطي بشكل السالب هلأ هاي أنا هدفي من هاي الخريطة نوصل لفكرة نوشلون إجيت هاي الزائد 2 عرفنا شلون إجيت لكن إذا بنا نتعلم بس كيف منحسبها ببساطة إذا قلنا لك حول لي هالمعادلة من الشكل السالب للشكل الموجب ناخد الفرق بين القيمتين نحفظوا ناخد الفرق بين القيمتين يعني زائد 4 ناقص 2 شكراً دي بيطلع بيطلع معي زائد 2 الخطوة الثانية نعكس قيمة الأستقمات بدلاً ناقص 2 سويناها زائد 2 ونعكس المحور هذا التحويل بين الشكل السالب والموجب تمام؟ تحويل الأستقمات بين الشكل السالب والموجب هاي لازم نحفظها هلأ رح أذكر بعض الأمثلة عليها تمام؟ وإذا واحد عنده فضول يعرف شلون إجيت فهي بهذه الطريقة هاي كلها كلها اللفة لوصلنا له نحن نحفظنا خلاصة تبعيتها ناخد الفرق بيناتهم المجموع الجبري تبعه زائد 4 ناقص 2 يعني زائد 2 نعكس قيمة الأستقمات ونقلب المحور إلى المحور المعامي المعلومة الثانية اللازم نحفظها أنه X تعبر عن المحور العكسي والآت تعبر عن نفس المحور يعني إذا أن زائد 2 التسعين معناتها التسعين قوة زائد 2 بس إذا قلنا زائد 2 X 180 معناتها ما هو المئة وثمانين هي اللي قيمتها زائد 2 القيمة اللي بتعامدها اللي هي التسعين إذا يكون وقت عبتقول ناقص 2 على X 180 فالناقص 2 المحور الضعيف تمام اللي فيه نقص درجتين عن الزائد أربع ما هو المئة وثمانين هو التسعين تمام هو المحور العامودي على الـ X طيب ليش هيك قالوا هاي شغل العلاقة بشكل الأسطواني يا ليش ما الأصل ما منقول آتوا خلصنا ليش منقول X ومنقوله بالمحور هاي العلاقة بشكل الأسطواني إنه دائما الأسطواني محورها هو الضعيف يعني المحور يعني المحور تبع الأسطواني وقت اللي مندرس بأول كتاب البصريات ومنرسم شكل الأسطواني منلاحظ إنه محور الأسطواني هو المحور الضعيف تبعا التحويل الحقيقة بين الشكل السالب والموجب هذا مطلوب للحفظ وذلك ذكرنا عليه بعض الأمثلة رجعنا لموضوع المكافئ الكروي الاسفريكا الاكويفالنت إلنا هو وقت اللي رسمنا العين وطلع عنا خيالين واحد قريب واحد أكثر تشوها من هاي الجهة واحد أكثر تشوها من هاي الجهة إنه معناته منتصف المسافة بيناتهم هو المحور الأقل تشوها هو ما لحقيتشوها كتير لا بها يجيها ولا بها يجيها هلأ هاد المكافئ الكروي لازم نتعلم شلون بدنا نحسبه إذن هلأ أول شغلة تعلمناها بالسلايد السابق التحويل من الشكل السالب إلى الموجب نعمل جمع جبري بعدين نقلب إشارة الأستغمات بعدين بنقلب المحور إلى المحور المعامل هلأ أبنا نتعلم شلون نحسب المكافئ الكروي وشو هو المكافئ الكروي لتوضيح المكافئ الكروي من الناحية البصري سنجد المثال الاتي لدى مريض القيام التالية للعين اليمنى اذا هلأ عملنا مثال من خلاله وراح نستنتج شو هو المكافئة الكروي عنده العين اليمنى عطاني الاوتو ناقص اتنين حسر ناقص اتنين استقماد اكس تسعين قلنا اكس تسعين تساوي اات مية وثمانين تساوي اات مية وثمانين يعني هذا وين المحور الضعيف تبعه ما هو التسعين هو المية وثمانين تمام؟ الاستجماد تعبر عن المحور الضعيف وتأخذ محورها اذا كتبنا اكس معناتا بالعكس اذا كتبنا اات معناتا نفسه نحن دائما لقوتو عنا بيكتب اكس فاذن هاي اول معلومة ناقص اتنين ناقص اتنين حل even90 اذا سألتك من المحور الضعيف هل هو التسعين او المية وثمانين بتقلل المية وثمانين لانه الاكس تعبر عن المحور المعامل اذا هذا عنده محورين عنده استجماد عنده المحور الاضعف اللي فيه نقص درجتين عن المحور القوي محوره هذا المحور هو 180 عبرنا عنه بx90 شو نوع الحرج بهالحالة؟ حرج حسري مركب تمام؟ لأنه الاثنين المركبات حسريات حتى المركب القوي حسري والمركب الضعيف حسري طيب العدسة المصححة في هذه الحالة هي ناقص 2 ناقص 2x90 تمام؟ نحن منصلي حسب نتيجة الأوتو ستقوم بدفع المستوى الأقرب بمقدار 4 درجات والمستوى الأبعد بمقدار درجتين فقط مما يجعل كل المستويين على الشبكية يعني هذا ناقص 2x90x90 تمام؟ هي بعبارة أخرى هي ناقص 4 مع ناقص 2 أحد المحاور ناقص 2 ومحزوف منها كمان 2 على المحور الآخر صارت ناقص 4 فهذا لازم نحط له عدسة ناقص 2x90 يعني إلى قوتين إلى قوة ناقص 2 أو إلى قوة ثانية هي ناقص 4 قوة الناقص 4 بده تدفش هذا المحور قوة الناقص 2 بده تدفش هذا المحور حتى يوصلون 2x90x10 على الشبكية تمام؟ منيح أنه أنا رسم لهون شكل تمام؟ هذا المريضنا عنده حسر عنده مركب حرج من النمط الحسري المركب يعني عنده المركبين بعض عن بعض هذا اسمه أستيجمات واثنيناتهم أمام الشبكي فهو حسري مركب اثنيناتهم حسيرات لحظوا أول خيال دفشنا على الشبكية من خلال عدسة استخدمنا عدسة اللي هي ناقص 4 خيال الثاني دفشناها دفشة صغيرة بمقدار ناقص 2 تمام؟ يعني العدسة اللي حطيناها إلى قوتين قوة أحد محاورة ناقص 2 وأحد محاورة ناقص 4 محسوبة بطريقة عاكس المشكلة اللي بالعين هاي عدسة صلحت له رؤية بشكل كامل للمريض يعني بدل ما يشوف خياله صاروا تشوفهم خيال واحد بنفس المكان وعلى الشبكية تمام؟ صاروا تشوفهم متاس طيب إذا هذا المريض مكافئ الكروي يعني أنا ما بدي صلح له ما بدي حط له عدسة استوانية perché حط له عدسة حسرية تمام؟ ما عندي أنا هلأ عدسة استوانية بدي حط له عدسة حسرية فهون العدسة الحسرية إلى قيمة 1 ما بتحسن تدفع لي هذا المحور بمقدار ناقص 4 وهذا المحور بمقدار ناقص 1 لا بدى تدفع الخيال كله دفعه 1 المكافئ الكروي يقال بهالحالي هو ناقص 3 هلأ مش وشما حسبنا في هذه الحالة فإن هذه العدسة الكروية ستقوم بدفع كل من المستويين إلى الخلف بنفس الدرجة وبالتالي لن يصبح كل المستويين على الشبكية ولكن كرة التشويش الأصغري ستصبح على الشبكية مما يلغي الخطأ الكروي وهو الحسر في هذه الحالة لكنه يقى على الخطأ الانحرافي أن يبقى الزوغان الانحرافي موجودا يعني رجعنا لما ردنا قلنا هذا العدسة المثالية إلو هي عدسة إلى قوتين وبالتالي هي عدسة أستغمات إلى قوة بتدفش دفشة كبيرة اللي هي ناقصة أربعة قوة تانية بتدفش دفشة صغيرة طبعا هي عدسة حسرية بكل أحوال مقعرة تمام؟ هاي العدسة المثالية إذا أنا ما عندي هاي العدسة بدي صلح بعدسة بسيطة عدسة حسرية بسيطة العدسة الحسرية البسيطة إلى قوة واحدة فبدأ تمسك هالخيالين تدفشهم بنفس القدر يعني بدأ تدفش هذا بقدر معين وهذا بقدر معين طيب فأنا شو بختارها بختارها تسوي لنقطة التشويش الأصغري عالشبكية يعني تدفش خيالين بهالشكل هاي العدسة ناقص ثلاثة إجيت دفشتلي الخيالي القريب بدل ما تدفشوا ناقص أربعة دفشته بس ناقص ثلاثة والخيال اللي جنب الشبكية كان اللي كان هون دفشته بدل ناقص ثلاثة حتى تسويت ورا الشبكية طيب شو استفدنا؟ سوينا دائرة التشويش الأصغري عالشبكية تمام؟ يعني صلحنا له للمريض الخطأ الكروي اللي هو الحسري بس ما صلحنا له دائرة التشويش اللي هي هذا التشويش إنه أنا عم شوف الخط عم شوفه خطين قدامي بس بدل ما كانوا الخطين أمام الشبكية اتنين آتون صار واحد أمام الشبكية واحد وراها وبالتالي دائرة التشويش الأصغري صارت عالشبكية فإذا الناقص ثلاثة خدمتني نص خدمة ما خدمتني مثل العدسة الناقص اثنين مع ناقص اثنين اكس تسعين هديك العدسة اللي إله محورين وعبتتفشلي كل خيال عالقدمة ما بديه حطيتله عدسة واحدة بسيطة هي ناقص ثلاثة وامدفشت الخيالية بحيث سوت حل وسطي بينهاتهم طيب هون المرة صار يشوف احسن صار يشوف احسن لكن مو بمثل هاي العدسة القديمة يعني ناقص ثلاثة شوفته احسن سموت للناقص ثلاثة مع ناقص ثلاثة اكس تسعين إذن لما بستخدم عدسة المكافئة الكروي للمريد أنا عبصلح له تصحيح لكن ليس كامل طيب إذا أنا بدي أسأل حالة طب أنا ليش لك ألا أستخدم مكافئة الكروي طب أنا عندي عدسات ليش ما بكتب للمريد استغماتي أنا ما دائما بكتب أول شي ممكن أنا بدي أوصف له عدسة للمريد ما هي نظارة عدسات اللاصقة ما كلا يتبتجي إلى استغمات هذيك غالي كتير وغير متوفق فهذا المريد نفسه أبو ناقص اتنين مع ناقص اتنين إذا قال لي كتب لي نظارة كتبت له ناقص اتنين ناقص اتنين اكس تسعين إذا قال لي كتب لي عدسة لاصقة وما عنا مثلا عدسات التورك اللي هي بتجي إلها استغمات ما موجودة ولا أحب عمليان هي فعلا ما موجودة مناطنة بقلك خذ عدسة لاصقة قيمة ناقص ثلاثة بتخليك تشوف أحسن من اللي انت عم تشوفه حاليا لكن مو متل نظرتك نظرتك أحسن تمام هي أحد استطبابات مكافئة كروي هلا في استطباب تاني كتير ومستخدمه إذا حدا بيعرف شو قصدي في عمليان استطباب ومستخدمه بشكل دائم لما بنحسب العدسة الـ للمريض مريض الفيك ونحنا وقتل عم نحسب له العدسة ليش عبي طلع معنا قيمة واحدة ما عبي طلع معنا قيمتين في مرة قلنا لكم نحسبونا عدسة للمريض قلتلي والله عدسته نائس اتنين نائس عدسته والله قيمة زائد واحد وعشرين نائس اتنين الايكو بيجي بياخد الوسطي تابعني اللي هو الخمسة واربعين بيحسب لي العدسة بناءا عليها هيك بيعمل الايكو فبيعطيني رقم واحد هو العدسة هي مكافئ كروي للمريض طيب في عدسات داخل العين ولها استقماد فيه تمام هلأ في عدسات تورك يعني عدسة داخل العين بس الى قيمتين يعني هداك بالعود بصلح له تصحيح كامل مية بالمية بس نحن من ناحية العملي معنا غير عدسة قيمة واحدة وبالتالي اذا نحن دائما بحياتنا عم نستخدم مكافئ الكروي واذا ما استخدمنا بالنظرة هم نستخدمه بحساب العدسة داخل العين من الناحية النظرية هلأ نحن الفكرة من السلايد اللي قبله انه فهمنا شو هدا المكافئ الكروي شو معناته بفيد المريض كتير ولا شوي وهلأ حنشوف بعض الاستطبابات هلأ من الناحية النظرية شلوم بنحسب مكافئ الكروي من خلال جمع المركب الكروي مع نصف المركب الحراجي عند استخدام الشكل الاسطواني السالب يعني نجمع المركب الكروي اللي هي اول قيمة مع نصف المركبة الحراجية يعني ناقص اثنين نجمع لها ناقص واحد نص هاي يطلع معنا ناقص ثلاثة هاي للحفظ بس اذا الواحد حابب يعرف شلون ايجيت عرفنا شلون ايجيت بعض استطبابات المكافئ الكروي يعني ايمت ممكن احنا قلنا هو ما بيصلح مثل العدسة النظامية ام الاستجمات لك ليش عم نكتبه العدسات اللاصقة مثل ما قلنا لا تحوي مركبات استطواني ما عدل عدسات من نوع التوريك غير متوفر عنا للأسف عند وجود قيم حرج عالي لا يمكن تصحيحها باستخدام النظارة حيث يحول جزء من هذه القيمة الى مكافئ كروي ويكتب ويوصف الجزء الاخر يعني هذا كمان مثال عملي ممكن يصير معنا بحياة العملية مريض عنده ناقص واحد مع ناقص خمسة ولسه اول مرة بيحط نظارة هاد ما فيني اكتب له هاي النظارة كلها الاستجمات الخمسة ما فيني اكتبها من اول مرة طيب انا شقد ناوي اكتب له ناوي اكتب له ثلاثة انا بدي اكتب له ثلاثة طيب انا حرمته من اثنين استجمات ليش؟ لانه لا يمكن يتقبل المريض على صناقص خمسة استجمات حرمته من اثنين استجمات باعطيه بداله المكافئ الكروي شقد المكافئ الكروي الى الاثنين استجمات مكافئة الكروي نقسمها اثنين بيطلع معنا الناقص واحد فهذا المريض بدي اكتب له ناقص واحد مع ناقص ثلاثة استجمات والناقص اتنين الاستجمات اللي حزفت اه حزفتها من المريض لازم حط له بداله ناقص واحد حسر. وبالتالي صير ناقص اتنين مع ناقص ثلاثة عمية وثمانية. يعني هذا المريض اللي عنده ناقص واحد مع ناقص خمسة عمية وثمانية. فيني اكتب له نظارة ناقص اتنين مع ناقص ثلاثة عمية وثمانية. بكون هربت من الخمسة حتى تلو بدالة ثلاثة. وزدت له الحسر من ناقص واحد للناقص اتنين. هاي الناقص واحد الزيت عوضت لي عن ناق اتنين استيجمات. طبعا. عمليا. نظريا. هذه الحكي صح? عمليا هي النظرة ممكن تعمل له الصداع الافضل ان لا. انا بحزف من الاستيجمات بدون ما اضيف للحسر. يعني بكتب له ناقص واحد مع ناقص ثلاثة. وبعد فترة ممكن ازدل وياها. لكن نظرا ازا سئلنا ناقص واحد مع ناقص خمسة على مية وثمانين. تعادل الناقص اتنين مع ناقص ثلاثة على المية وثمانين. يعني حزفنا اتنين استيجمات من من الأستجمات لأنه قيمتها عليها حطينا بدالة مكافئها الكروي إذن مكافئ الكروي للأستجمات هو نصف قيمتها تمام؟ نصف قيمتها وبالتالي فين أكتب له هاي النظارة ناقص 2 مع ناقص 3 طيب ليش أنا ما بكتب له ناقص 5 لأنه مثل ما قلنا إذا مريض أول مرة بيحط نظارة ما بيتقبل ناقص 5 طيب إذا في فرق بين العينتين حيث تم الأستعادة عن جزء من الحراد ناقص 2 بمكافئ الكروي ويبقاء الجزء الآخر ثلاثة عند وجود قيم الحراف متعامدة في كل العينين وعلى محاور غير مألوفة حيث يصب على المريض تحمل مثل هذه القيام هون اشلون يعني هذا الأبلى هاي اشلون يا قيم متعامدة يعني مريض طلع الأوت وتبعه مثلا زائد 1 طلع معه ناقص ثلاثة على الـ 45 والعين الثاني مثلا صفر وناقص 2 على الـ 135 هاي أسوأ نظارة ممكن مريض يحطه هاي المحاور الـ 45 والـ 135 يعني إذا عنده هاي العين الأولى وهاي العين الثاني هاي 45 هيك محورة وهاي المحاور المتعامدة سيئة جدا تقبلها من قبل المريض ولا سيئة إذا محاور غير مألوفة يعني ما هي 980 اللي هي المحاور المألوفة اللي العين بتحبه لا هدا محاوره هيك 45 و 135 عموضية وغير مألوفة هدا ممكن ما يتقبل نظارة الاستجمات فممكن اهرب منه وحط له مكافئ كروي يعني بحزف له ناقص 3 شقد مكافئ الكروي ناقص واحد ونص طفولي ناقص واحد ونص لزائد واحد شقد صارد ناقص نص هون صفر مع ناقص 2 ما بدي حط الناقص 2 بدي حط مكافئ الكروي شقد مكافئ الكروي للناقص 2 ناقص واحد طيفوه للصفر إذا ناقص واحد وهذا فيني أكتب له ناقص نص مع ناقص واحد فمتحسب هذا الكلام نظري مثل ما قالنا عمليا أحيانا ممكن يتقبل هاي النظارة اللي هي 45 و 135 وفيها قيمة استجمات أكتر ما يتقبل لمكافئ الكروي تبعا اسمتما أنه إذا مريد طلب عدسات لاسقة نحن مجبرين عن مكافئ الكروي وحساب العدسة داخل العين ونظريا يعني للامتحانة إذا طلب مننا هذا الجوال ما هي قيمة الحرج الواجب تصحيحها عند كلنا البالغين والأطفال هلأ أحفظنا الحسر لنا تحت 3 سنين هاي عنا المخطط العمر تحت 3 سنين الحسر منصلح بديكون 5 لنصلحه وبين 3 وال6 سنين بديكون 3 لنصلحه وفوق ال6 سنين حسب قيمة النظر مثل البالغين والمد قلنا تحت 3 سنين بديكون 4 لنصلح وبين 3 وال6 سنين بديكون 3 حتى نصلحه وفوق ال6 سنين مثل البالغين إضافة لقواعد أخرى بالمد طيب الحرج الاستقماد لدى البالغين حسب حدة رؤية يعني حسب الفحص وحسب الأعراض لدى الأطفال أكبر من درجة واحدة حيث يُعطى تصحيح كامل يعني عند الأطفال بغض النظر عمره تحت 3 بين 3 وال6 هاي القيم كل اللي حكيناها عند الأطفال الحسر المد للأربع درجات قبل الشريكة أني أنا قلت 3 غلطي أربع انحراف مجرد يكون أكتر من واحدة بصلحه بغض النظر عمره من 3 إلى 6 سنوات هاي القيم الحسر أو المد لازم يكون 3 حتى بلش يصلح ما هي الزاوية العظمة التي يسمح بتغييرها لدى مريض الانحراف شلون يعني الزاوية العظمة التي يسمح بتغييرها يعني أنا مريض عنده هاي القيم ناقص 2 ناقص 1 X 180 تمام؟ هلا أنا وقت بجرب النظارة إذا حطيت له 180 معلش شفتوا هذا المحور ما بيزبط معنا بدقة 100% إذا غلطت زائد ناقص 10 معلش يعني إلى 170 معلش وللزائد 10 معلش 10 درجات مسموح أنا خربط بي المحور تبع المريض بس ما أكتر منه مثال عملي لدى مريض القيم التالية عنده زائد 3 ناقص 380 كيف أبدأ بتجربة العدسات لهذا المريض؟ هدا المسال حطيته يعني هدا ما وشغل كتب هاي خلينا أقول هاي مثال عملي 100% يعني ما راح ننسأل عنه لا بكتاب ولا بامتحان بس إنه بتصير معنا أثناء التجرب هدا قد تجرب له عدسات هابتصير معنا مقلب ممكن يصير زواحد لسا جديد على تجربة العدسات هلا هدا الزائد 3 مع نائز 3 زائد 3 مع نائز 3 هذا مريضي صح فهو عنده حرج مدي بسيط يعني عنده أحد القيم أحد المحاور زائد 3 يعني هو محور مديد خياله عم يقع خلف الشبكية والمحور الآخر 180 المحور الآخر ليهو 180 محزوف الثلاثة من الزائد الثلاثة يعني شقد يعني صفر نرجع منذكر المحور الثاني أبو الأستيجمات ما هو قيمته ناقص 3 في قيمة الأستيجمات الأستيجمات هي قيمة فرقه عن المحور القبله فإذا أول محور هو زائد 3 هو مديد بمقدار 3 درجة المحور الثاني ليهو ناقص 3 محزوفة من الزائد الثلاثة المحور الثاني هي صفر فإذا هذا الزائد الثلاثة ناقص 3 هذا الزائد الثلاثة مع ناقص الثلاثة عمية وتمانين يعبر عنها بزائد الثلاثة عالتسعين مع الصفر عالمية وتمانين إذا حولناها للشكل الكرة والثنائي هيك بتصير إذا هذا عنده محور زائد الثلاثة ومحور آخر محزوف من الزائد الثلاثة ناقص ثلاثة إما بقول زائد الثلاثة ناقص ثلاثة عمية وتمانين أو زائد الثلاثة عالتسعين مع صفر عمية وتمانين فعلا إذا هذا فعلا عنده زائد محور زائد الثلاثة عالتسعين محزوف منها ثلاثة عمية وتمانين وبالتالي طريع عنده محور عالشبكي ومحمر خلف الشبكي طيب جيت دي صلح له إذا حطت له عدسة موجبة نحن ما مبلش بالتصحيح بتلعزوا من ناحية العملية بحط عدسات مد بعد بحط أستيقمات أو بحط حسر بعد أستيقمات أو بحط حطت له عدسة موجبة عم شوف أنه عبيت حسن نظر أولى الموجبة شو رح تعمل رح تجيب الخيال رح تجيب الخيالات تتفشن للأمام فعم جابت الخيالين لقدام مو هي عدسة لسا موجبة ما لأستيقمات ما انبسط المريض هو مديد عنده مدد أستيقمات حطت له زائد ثلاثة أم قال لي تشوشت رؤية عندي طيب وإذا بديت له بعد ساة أستيقمات عدسة أستيقمات اللي هي بهالحالة اللي هي ناقص ثلاثة على المية وثمانين اللي هي بدأ تمسك الخيال تبع المية وثمانين بتتفشه بمقدار ثلاث درجات لورا حطت له عدسة أستيقمات أم دفشتها الخيال هون كمان ما انبسط يعني كان الخيالين عنده هون بالعكس هذا تشوش بزياد كان على الأقل في واحد منهم على الشبكية صاروا لاثنين وراء الشبكية لما حطت له عدسة المجبة كانوا هيك واحد على الشبكية واحد وراءها صاروا واحد على الشبكية بس واحد قداما الحالتين ما انبسط إذا من الناحية العملية هذا المريض لازم ينحطه العدستين سواء يفكر ليش عم أحكيي متن ما قلت لكم ما هي في الكارتير أكاديمية أثناء تجربة العدسات إذا مريض عنده مد مع أستجمات ما بيصير أصلح الأستجمات لحالة أدقيقة قبل ما يكونوا مصلح المد أي فكرة والفكرة الثانية لما بحط له عدسات مده ما بيينبسط معلش مو معتا أنه أنا عم جرب غلط عيفة وصلح الأستجمات يعني لازم أحط العدستين سواء بالواقع الحالي السابق عبارة عن حرج مد بسيط وبالتالي تصريح هذه حتطلب وضع عدسة موجبة وعدسة الانحراف السالبي في نفس اللحظة حتى المريض يبلش يتجاوب معي بد يكون حاطة العدستين الموجبة والأستجمات حتى يبلش يبتاح المريض ويشوفوا منيح يعني تلخيص مريض هذا اللي عنده مد مع أستجمات تحطوله مد بغض النظره والمريض للسا معي بيشوفوا منيح بتحط الأستجمات قيمة الأوتو اللي طلعت معاك حتى يبلش بقى يتجاوب معاك وبتلوك جاء بقى بتصليح المد القيمة اللي حاطت بقى تحزف منه حتى تحصل أفضل قيمة ممكنة يعني عمليات مو هو زائد ثلاثة نائس ثلاثة هلأ هذا أنا إذا بدي جرب له بحط له مثلا زائد أربعة هاي أول عدسة بجرب فيها مع نائس ثلاثة تمام؟ بعدها ببلش بحزف من الأربعة بسوية ثلاثة ونص ثلاثة بحزف منه حتى يصير تشوف أحسن ما يمكن إذا شاف على ثلاثة برجع بعمل للناس ثلاثة يعني بحزف منه نص بحزف ربعة بحزف خطة أربعة بشوف أفضل عدسة شعبية أما إذا حطيت الناقص ثلاثة لحالة ما هيكون مبسوط حتى الزائد ثلاثة لحالة ما هيكون مبسوط فبالتالي ما فيني لا دقيق قيمة المد قبل ما حطت الأستجمات ولا دقيق قيمة الحسر الأستجمات قبل ما حطت قيمة المد هاي من الناهي العملية بالحسر ما مشوف هالشي إذا كان مريض عنده ناقص ثلاثة مع ناقص ثلاثة X180 هذا إذا بلشتله بالناقص ثلاثة حينبسط وإذا بلشتله بالأستجمات حينبسط وإذا حطت ثلاثة سوا بشوف لسا أحسن وأحسن وبالتالي بدي حط العدسة سوا واحدة منهم بتجيب لي الخيال بتدفش الخيال الناقص ثلاثة أستجمات بتدفش الخيال القريب عند البعيد دائما الناقص بتدفش لورا والماد بتدفش لقدام والزائد الثلاثة بتجيبهم اتنينة اتجاه الشبكية حطينا العدسة سوا المد جابت لاتنين لهون والأستجمات دفشة هاي لورا فصعر أشوف كل أما حطيت أنا بس أو حطيت عدسة هاي زائد ثلاثة عمية وثمانين هي نفسة عادل زائد ثلاثة مع ناقص ثلاثة عمية و عد تسعين تمام هاي نفس هاي أوكي هاي بالتحويل من الشكل السالب للموجب ظلمة البعض لاحظت عمية النظارات لا تعالج أسواء الانكسار وإنما تعالج الأعراض الناجمة عنها هاي السؤال دائما بسأل المرضى وإذا حطيت نظارة بديت حسن لا النظارة ما مشان تروح النقص ولا مشان تروح المأدية مشان تعالج الأعراض يعني إذا واحد ما عرشوف للبعض مشان يسوف النية إذا واحد رأسه عبر وجهه مشان ما يرجع رأسه وهي إجباري تحت تسع سنوات هذا ما يصير كساب عدم تساوي أسواء الانكسار يسمى أن إيزومتروبيا يعني إذا في فرق بين العينتين وهي بالتعريف وجود فرق في أسواء الانكسار أكتر من درجة بين العينتين من الناحي العملية يتحمل بالغ فرقا في أسواء الانكسار بين العينتين حتى ثلاث درجات تحمل الأطفال قيام أكثر من ذلك يعني إذا عين نائس 2 وعين نائس 4 في فرق بيناتهم أكتر من 1 معنات أهدولي أن إيزومتروبيا هذا العينتين ما أنهم متكافئات فيهم عدم تفاوض أسواء الانكسار أكتر من 1 عملياً لحد ثلاث درجات ممكن نصف نظارة فرق بين العينتين لحد ثلاث درجات معيش أكتر من ثلاثة ما بقى فينا نكتب فرق بين العينتين ماذا ينتج عدم تساوي أسواء الانكسار ينتج أن إيزو كونيا سبب فرق الخطأ الكروي يعني فرق الحسر والمد وليس فرق الأستيجمات هذا أن إيزو كونيا هاي للحفظ يا شباب المقيمين أنا هاي الخطعة بيطلع بجي لأقلوب السلايد بيعطيني خطأ الان إيزوفوريا ينتج عن فرق الخطأ الأسطواني يعني فرق بقيمة الأستيجمات كيف يتحمل المريض عدسة انحراف أكبر من ثلاث درجات من شوي حكيناها إما بتحويل جزء منها إلى مكافئ كروي تمام يعني المريض عنده أن إيزوفوريا عنده فرق بالأستيجمات عنده هاي العين زنائد اتنين ناقص أربعة مية وثمانين وعين الثاني زائد واحد صفر هذا عنده فرق كبير بين العينتين ما فيني أكتب له هاي النظارة يا طيب أنا مسموح أكتب فرق أستيجمات بين العينتين ناقص اتنين إن هاي بدي أكتب مسمح لي أكتب بنا بس ناقص اتنين مش قد روحت عليه روحت عليه ناقص اتنين أستيجمات مش قد مكافئ كروي ناقص واحد ناقص واحد لمين بدي أضيفها لزائد اتنين وبالتالي هذا بكتب له زائد واحد ناقص اتنين بتالي هرب تم ناقص اربعة أو يتم تقريبا إلى المحاور العمودية التقبل المريض لهذا الفرق بالأستيجمات إذا كان قريب من المحاور العمودية تسعين ومئة ثمانين بيكون تقبله أكتر فإذا هذا كان هاي مئة مئة وسبعين ما عبيتقبلها ممكن عن مئة وثمانين يتقبلها يعني هاي أمثلة موجوزة بالكتب لكن عمليا ما بعرض إذا ما حافقيه ولا لا هاي بعض الأمثلة الزائد واحد ناقص ثلاثة مثل ما أنه هو مريض عنده استيجمات إحدى المحاور هي زائد واحد دائما أول رقمه أحد المحاور ومخصوما منها محذوف منها ناقص ثلاثة على المحور X180 يلي هو يقات تسعين هو يقات تسعين تمام إذا عنده زائد واحد على أحد المحاور محذوف منها ناقص ثلاثة X180 يعني لنا أول شغلة X120 هي آد تسعين إذا هذا عنده زائد واحد محذوف منها ناقص ثلاثة على المحور تسعين تمام وبالتالي عنده أحد المحاور زائد واحد هو يتبع المية وتمانين وعلى آد تسعين على المحور تسعين محذوف ناقص ثلاثة من الزائد واحد يعني هي ناقص ثلاثة وبالتالي إذا هو يناقص ثلاثة على التسعين هاي مع زائد واحد على المية وتمانين ذو كله النفس بعد وبالتالي هو ناقص ثلاثة يعني إذا نكتب بغير طريقة هو يناقص 2 على 90 ومضافا لها 3 على 180 صح؟ هو ناقص 2 على 90 مضافا لها 3 على 180 يعني لقات 180 تعادل x90 يعني هو يناقص 2 مع زائد 3 x90 يعني حولنا من الشكل السالب للشكل الموجب مثل ما قالنا نحن فينا نلجأ فورا نحسبها بالشكل المباشر نجمع القيمتين مع بعض جمع جبري يعني زائد 1-3 بنحصل على ناقص 2 بنرجع بنعكس قيمة الأستقمات بنرجع بنعكس المحور 90 درجة بنحصل على الشكل السالب فصفصناها بهذا الشكل أوجه المكافئ الكروي تعربنا نخلص يا شباب تمضوجه زائد 4-2 قالنا المكافئ الكروي بناخد نص قيمة الأستقمات جبرية ومنضيفة لقيمة الكروية يعني زائد 3 صح؟ نص الأستقمات ناقص 1 ضيفه للزائد 4 3-3 أوجد المكافئ الكروي زائد 2 مع ناقص 2 الأستقمات ناقص 2 نص ناقص 1 ضيفه للزائد 2 نحصل على زائد 1 أوجد المكافئ الكروي للزائد 2-4 ها ها هون هدا مسال مميز ناقص 4 شقد نصها ناقص 2 ضفناها للزائد 2 شقد حصلنا على صفر بلانو يعني بلانو هي نفس الصفر فإذا كان هذا المكافئ زائد 2 مع ناقص 4 مكافئ الكروي صفر تمام؟ سمى هذه الحالة الأستقمات المصالبة وهي من أنواع الحرج المختلط حيث كل من المستويين بنفس البعد عن الشبكية يعني هذا عنده خيال أمام الشبكية وخيال خلف الشبكية ودائرة التشويش الأصغري تبعون لحالة جاي على الشبكية تمام؟ فهو نوع من الحرج المختلط دائرة التشويش الأصغري أصلا جاي على الشبكية يعني مكافئ الكروي لحالة راكبة على الشبكية هاي المكافئ الكروي أو دائرة التشويش الأصغري يعني هاي السراحة المحاضرة أنا كنت سنة مقيم سنة أولى وقت نسوي فمن زمان ما أنا مطلع علي فبعد ما أرسم بيدي بيطلع عامل لشكل واضح مكافئ الكروي أو دائرة التشويش الأصغري شكرا لكم تولنا عليكم ترجمة نانسي قنقر